كل سنة وانتوا سلمين موسم الخير موسم الخزين بدأ وأول حاجة رح نبدأ فيها البلح ومشتقاته ورح أبدأ بمربى البلح وهو أزكى أنواع المربى أول حاجة نقيت البلحات الحمراء الكبيرة اللي في هالشيه ترطيب غسلتم أشرتهم زي ما شفتوا غطتهم بالمية الحلوة لازم تغطيهم على النار يغلوا مدة عشر دقايق أو ربع ساعة بطف النار عنهم وبصف المية وبحتفظ فيها ضروري أحتفظ فيها لما يبرد بجيب حود خشبة أو دبوس وبنزع النوايا برفع الأمهة إذا بتحب تحشيه لاز هذا اختياري بتغلي اللاز وبتأشريه إذا حبت البلح صغيرة بتقسمي اللازة من النص وبتحشي بدل النوايا بتحطي لازة أنا هانا حبيت أحشيه مية السلق هانا اللي احتفظت فيها أخد تقريبا عندي الكيلو 6 كبايات أو 5 كبايات كل كبايات حطت مقابلها كبايات سكر وخليتها تعقد على النار 10 دقائق بعدين نزلت حبات البلح وسبتهم يغلوا معاها ورفعت الريم بعد ما رفعت الريم والنار حامية وصار يغلوا وطيت النار حطيت عدان من القرفة ورح أحسب ساعتين لأن اللون الأحمر بطول لما ياخد حطيت 3 عدان من القرنفل وعصية مصير ليمونة تركتهم كمان ربع ساعة يعقدوا يعني تقريبا أخد ساعتين وربع ساعتين ونص ممكن ياخد معك 3 ساعات حسب نوعية النار وسماكة التنجرة في مرتبنات جافة ومعقمة عبيت وبدل عند سنة وهي هذا تبع السنة الماضية ترجمة نانسي قنقر